افتتحت وزارة العمل اليوم المعرض الوظيفي في قطاع سياحة خاصة في المهنة الفندقية بالتعاون مع الشركة الاردنية للتعليم الفندقي وتوقع وزير العمل علي الاغزاوي خلال افتتاح المعرض توفير ما يقارب الالف فرصة عمل في مختلف التخصصات الفندقية والسياحية واللوجستية ويقام اليوم الوظيفي بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي ويستمر على مدى يومين يشارك فيه اربعون فندقا ومطعما سياحيا ويأتي تسيدا للتعاون ما بين القطاعين العام والخاص في توفير فرص عمل للعاطلين تم الاتفاق مع نقابة العاملين بالقطاع الفندقي والسياحي وجمعية الفنادق الاردنية ووزارة العمل ايضا بان يكون هناك حافز جديد للشباب في بداية عملهم في القطاع الفندقي والسياحي على زيادة الراتب يعني بما اعنيه ان الشب الجديد الذي سوف يعمل في القطاع الفندقي والسياحي باذنه تعالى سوف يكون راتبه لا يقل مع نقطة الخدمة بحدود الاربعمائة دينار شهريا اشتركوا في القطاع